السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل الملاح اليوم الخامس من رجيم مايو لإنقاس 8 كيلو أو أكثر في 14 يوم بيانسوا عندكم المنو تا 7 أيام وتعودوه للمرة الثانية ثم تدرو بعدو فترة التثبيت إن شاء الله سنحط لكم الفيديو تا فترة التثبيت البرنامج في آخر الفيديو تلقاوه تا فترة التثبيت رح نخليه لكم في صندوق الوصف بإذن الله رجيم 1120 سعراء كما العادة كما ورفتو سفي 5 جوغ من اللي راكم ديرو نفس فترة الصباح رح يكون عبارة عن حبة فاكهة حبة بيض أو اثنين حسب الحاجة وميلتي فيتامين وكولاجين هذه يا أخواتي بالنسبة على الوجبة فطرة الصباح معها تقدر ديروا قهوة أو شيء أو تيزان بيدون سكر لما حملتش بيانسوا بيدون سكر تقدر تزيد ملعقة واحدة لكن طبعا النتيجة رح تتغير بين وحدة دير السكر في القهوة وحدة ما تديرش على أين هذه يا أخواتي ما تنسوش شرب الماء على الأقل اثنين لتر في اليوم الرياضة بيانسور تقدروا تديروا رياضة لمدة ثلاثين دقيقة من الأحسن يكون ماشي خفيف رياضة خفيفة هذا ما كان بيانسور مع هذا الرجيم استعملت الصيام متقطع على الصيام متقطع بخسكر أنا في فترة الصيف وصيام متقطع في فترة الصيف يساعد جدا 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 علاش باش يقلص لكم المدة تاع الأكل يحصر هاي لكم في نافذة صغيرة بين 12 و الوحدة ولا 12 و الوحدة حتى الثمانية ولا 9 تعليل دونك ما راح مش تحسو بالنهار اللي طويل في فصل الصيف بيانسور و ما تحسوش بالجوع بزاف وجبة الغداء عبارة عن سامك تقدروا تلحقو حتى المية وخمسين غرام من مياه حتى المية وخمسين غرام تاع سامك أي نوع سامك يفي بالغارض ومعها قطعة خبز كامل 30 غرام أنا ما كانش عندي سامك أنا نحب هذك اللي جي كونجلي هذك البلون فيلي دو بواصن هذك اللي ماهوش غالي وشباب ويوالم ريجين بزاف ما ما كانش عندي دونك ستبتلتو بالسردين درت ملعاقات عزيت سردين درت لو كامل كومون حرور ملح الى اخيره نكاتو مليح وقليتو في المقلع وكليتو بيانسور معها الاميغا 3 هذي هي اخواتي بالنسبة لوجبة الغداء كما قلت لكم مياه من مياه حتى مية وخمسين غرام بتاع سامك ومعها قطعة خبز كامل الى ما عندكمش سامك تقدروا ديرو اسكالوب دو دنت اسكالوب دو بولي زوج بايض بايض زيت حبة بايض كاملة الليسونسيال يكون بروتين هكا بش ما نخسروش عضل هذي اخواتي روح نشوفوا وجبة العشاء وجبة العشاء لليوم الخامس من ريجيم مايو كاين سلق ومعها زوج حبة بايض تقدروا تبدلوا السلق باي نوع خذر خضراء يفي بالغرض معها الاميغا 3 مشي اجباري كما قلت لكم دايما نعود هذي الجملة ودايما نلقى نفس الشي الاسئلة في الكومنتر اسكو الاميغا 3 اجباري اسكو ننقص به لا 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 اسكو يسمن كاين حتى واحدة قتلي اسكو اوميغا 3 يسمن مايسمن ما والو ما تخافي والو اصلا هذي كلاج يوليول فيها تسعة كالوغي نف كالوغي ماي الفايدة التحة كبيرة بزاف 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 لو كانت عارفوا الفايدة التحة راح اخلي لكم لا فيديو في صندوق الوصف تال اوميغا 3 خليتهم لكم في الفيديو السابق ونزيد نخليه لكم هذه المرة دونك هذي اخواتي نقولكم تهلا في روحكم نتلاقا وغدو ان شاء الله في اليوم السادس كوراج الى اللقاء باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة